وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أشاد عدد من النواب بخطة الدولة لمواجهة أثار التغيرات المناخية طبعا أنا تقدمت النهار ده بطلب منقشة عامة لمعالي وزيرة البيئة عن التغيرات البيئية اللي بتحدث دي على مستوى العالم ككل وإيه هي سياسة الحكومة وخطتها نحو هذا التأثير اللي بيتم على خصوصا بقى الدولة المصرية بالنسبة للمناطق اللي أعلنت أمس مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد كمدينة صديقة للبيئة فالحقيقة أنا قلت لوزيرة البيئة لماذا لا يتم تعميم هذه المدن يعني تصبح كل محافظات مصر بمدنها هي صديقة للبيئة إحنا محتاجين توسيع المساحة الخضراء داخل جمهورية مصر العربية للانقضاء على هذه التأثيرات السلبي كنا بنقترح استبدال السيارات اللي بتعمل بالوقود الأحفوري بالسيارات اللي تعمل بالطاقة القهربية والغاز الطبيعي لأن الوقود الأحفوري مسؤولة عن نسبة 25% من ملوثات البيئة وأزمة المناخ ولهذا المنطلق احنا اقترحنا على الحكومة أن نعلن خمس محافظات تستبدل سيارات اللي بتعمل بالوقود الأحفوري اللي هو البنزين يعني بالسيارات اللي تعمل بالغاز الطبيعي والطاقة القهربية